اهلا بحضراتكم من جديد شفنا قناة الاهلي والقمة الدائمة وازاي من اول ما نشأت وهي باستمرار في هذا التواهج حتى بلغت الزروة والنجاح في الجائزة الاخيرة اللي حصلت عليها كافضل قناة رياضية مصرية لكن الحقيقة عشان تشوفوا بس النادي الاهلي لما بيعمل حاجة بيعملها على اساس قانوني واداري سليم النادي الاهلي عشان يحقق حلم امتلاق قناة رياضية تتحدث باسمه كما كان اول نادم في الشرق الاوسط يمتلك صحيفة تتحدث باسمه من مارس 74 اهتم الكابتن حسن حمدي ومجلس ادارته وقتها بتأسيس شركة الاهلي للانتاج الاعلامي شركة الاهلي للانتاج الاعلامي اللي اطلعت باطلاق قناة الاهلي هي السند القانوني والمالك لقناة الاهلي او المدير ليه الشركة فضلت في تطور دائم ومستمر حتى وصلت الى قمة نجاحاتها في المرحلة الاخيرة برئاسة الاساس محمد يوسف رئيس الشركة واللي بتواصل معاه قناة الاهلي وشركة الاهلي للانتاج الاعلامي في تقديم افضل محتوى يؤهل القناة انها تكون في الصدارة باش منزل مشوار طويل وزا ما قلتلك متراكم من جهود واجراءات غير مسبوقة كل حاجة عملة النادي الاهلي ما كان لهاش مرجعية هو كان يصنع الحدث البيونير الرائد انت عشان تاخد موافقات ما كانش فيه واعمل واحدين تلاتة عشان تكيل لك الموافقة انت بتكرت الطريقة واقتحمت جهات الاختصاص وبتعاون معها من خلال وزارة شباب ومجل الشعب استطاعنا ناخد الموافقات فخدنا الموافقات في الاستثمار في الرياضة بشكل قانوني وبشكل يحدد تقدر تعمل ايه والشركات تنشأ ازاي فانشأنا شركة الاهلي انتاج الاعلامي لتمتلك القناة ومن ثم تقدر تروح تعمل شراكة ادارة بتسير عليها الواحد وخمسين في المية والكارت الزهبي في السيطرة على القناة وهذا الامر مازال مستمرا واتعملت على سيد سليم النادي الاهلي لها حقوق من اول يوم قدرت بحد ادنى تمانية مليون جنيه في السنة رغم النجاح الكبير والمصرفات الليلة كانت بتدفع نجاح متراكم يستحق بالصمرار ان احنا نشير الى اصحابه المستمرين ونطلب منهم مزيد من التطوير الحقيقة ده الشي بشي يذكر لانه مجلس ادارة الكابتن حسن حمدي وقتها كان فيه كابتن محمود الخطيب كان فيه المهندس ابراهيم المعلم اللي بالمناسبة بن قسيم بن باركله على جايزة البطل النشر الدولي اللي حاز عليها مؤخرا نسبة الماضي جايزة دولية في النشر بن باركله عليها كان ايضا في جهود كبيرة للراحل الدكتور محمود باجنيد عليه رحمة الله كان المهندس عدلي في ادارة التسويق والاستثمار اللي اطلع بامتلاك النادي او تأسيس النادي لهذه الشركات اللي ظلت شركة الاهل وقناعة طبعا من البداية كابتن صالح بانك يبقى والفكرة قديمة اوي يعني انه هو عايزين يحاول اهل الشركة وتم تطوير تنفيذ الفكرة بشكل يمكن تنفيذه لان النادي اللي صعب تحول الشركة لانك عند قاعدة هائلة من الاعضاء ما يداروش يكونوا الجمعية